السلام عليكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم معي في فيديو جديد نتمنى تكونوا باخير وعلى خير اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفة سهلة توجدوها في اخر لحظة لقوتي كيكا اللي غادي نديروا لها واحد المكون عطاها واحد المضاق مانفهمش يعني مكونات اللي بسيطة لكن فيها واحد البنة يا سلام تمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم ويا الله نبدأ وبسم الله في الايناء عندي ثلاثة ديال بيضات كبار او كديرو اربعة صغار ودائما البيض يكون بحرارة المطبخ انضيف عليه واحد الكاس مع مرش ديال سكار او على حسب التوق سنضيف قبيصة ديال الملحة وغادي نسم بشوية ديال فاني سافي غادي نطرب جميع المكونات مع بعضياتها حتى يبيضلينا الخليط وكيتضاعف الحجم ديالو بعدما نحصلوا على هذا القاوم هذا سنضيف واحد الكاس اللارب ديال سيت دائما كنضيفوه تدريجيا شوية بشوية وحنا يكن نطربوه انضيف كذلك علبة ديال الياغورت اللي تكون بحرارة المطبخ انه هنا يا استعملت بالنكهة الموز او كتديروا النكهة الفاني او طبيعي المهم اللي متوفر عندكم او كتعوضوه بكاس ديال الحليب ضفت كذلك نصف علبة ديال الماء اللي يكون سخون زيني اللي اللي احتورها يعني البغ ديال الماء مازال نطالعين فيه يعني النصف ديال العلبة كنديروها ماء ساخن او ماء مغلي سافيك نخلط الكل مع بعض وغد نحبس هنا يا من الخلاط الكهربائي غد نكمل غير بالخلاط اليدوي فقط وهنا يا المكون اللي غد نضيفه لهذا الكيك هو كاس ديال الناشا او الميزينة او ما نقول لكم يعني يعطيها لهذا الكيك هذي واحد المضاق رائع خصوصا الكيك فشكيبات كيزيد تركز فيه اكتر نكهة المضاقات دياله يعني كتاكلوها وقد تقولوا شي حاجه فيها شنو هي ما نعرف وهي رغير ذاك الاضافة ديال الميزينة او ديال الناشا اضفت كاس ديال الميزينة او خلطت الكاس اللول ديال الدقيق الابياض الخاص بالحلويات عاود تخلط تمسيان والكاس الثاني ديال الدقيق نضيفه تدريجيا شوية بشوية در نص دياله وهذا نبقى كنضيف يعني حتى نحصله على القوام المناسب عاود زيت واحد المعلقة كبيرة هكك ديال الدقيق اضفت جوج ديال الاكياس ديال الحميرة ديال الحلوة في المجموع 16 جرام وكن خلط مزيان يعني حتى نحصله على هذا القوام هذا يعني خليط لي تكون ماشي تقيل بزاف وماشي خفيف يعني تكون بهذا القوام هذا بالنسبة الكاس الثاني فانا ما درتوش كامل يعني درت التلوتين دياله فقط حتى رحنا ديرين داك الكاس ديال الميزينة باش هكا الكيك ديال ديال ما تجيكم شناشفة ومضقصة اخر شيء اضفت جوج مع لق كبار ديال شوكولات فيغميسي السوداء كيعتها كي واحد المنظر يعني في الداخل ديال كيك تجيب حليلة من المرة وفي نفس الوقت يعني اي حاجة في هالشكولات فراهم كيبغيوها الصغار او الكبار وغاد ندخل الكيك ديالي الفران اللي سخنته من قبل على 180 درجان نار تكون متوسطة يعني دائما لعافية تكون غير من تحت كنشوف ان الكيك ديالنا راه تحمر لنا من شناب وطاب لنا من الداخل عدك الساعة كنشل عليه من الفوق وهذا يكون هو شكل ديال الكيك بعد ما طاب نخلي غير واحد لخمسة ديال دقايق كي يدفع عدك الساعة غاد نحيده من المول ونضروه فق واحد شبيكة ونخليه كيبرد مصيرا كيك ديالي راه خليتوا جانبا كيبرد يعني كيشتو ذاك شوكولات فيغ ميسال كتجي الكيكة يعني بحليل من المرة وما زال داخل يعني فاشغد نقطعها معاكم اتشوفوها حتى من الداخل بالنسبة للسلسة او الكريمة اللي سنزينو بها الكيك من الفوق في الكسرونة اضرت عشرة ديال القطة ديال شوكولاتة البيضاء او كتديروها شوكولاتة سوداء لبغيتوا يعني هات الصلسة هذه تكون اللون اسود اضفت عليها جوج ديال العلب ديال الفلون ديال الكريم كاراميل يعني اعطاها هات الكريمة هادية او هات الصلسة واحد لما داق زوين زوين بساف ممكن تعودهم اما بدانة شوكولات او دانة كاراميل سوف ندير الكسرونة ديالي فوق النار على عفية تكون مهيلة يعني تبقاوا مراقبين هلا يمشي تحرق لكم شوكولات ولا شي حاجة ودائما مع التحريك حتى يدوب لكم تماما دك الشوكولات وكي يندمج مع دك الفلون ديال الكريم كاراميل وكتحصلوا على صلسة بهذا الشكل هذا يعني كتكون سائلة يعني بحل لكم ديرين الكاراميل من الفوق ديالها انتم ما لكنتو كتحضروا شي صلسة يعني خاصة بكم ممكن تزينوا بها الكيك يعني ماشي شرط انكم تديروا هات الصلسة هذه سوف نخلي هات الصلسة هدي غير كتتفش شوية تقريبا واحد لخمسة ديال الدقيق وعدك الساعة غدي نديرها من الفوق ديال الكيك يعني هنا هنا كميه قليلة من الصلسة يعني بغيتها غيرها كي تزين من الفوق يعني ديها كواحد طبقة اللي رقيقة وخفيفة يعني مش تكون كتير بساف سوف نحاول ندها على كامل لوجه ديال الكيك تيكون هدا هو شكل ديالها واخر شي غدي ندينها بهذا الحبوب ديال شكل عطاء يعني بالأصفار والأبيض وكذلك رشيت عليها شوية ديال الفيتين وشوية ديال شوكولة كوكيز المهم داك الشي اللي متوفر عندكم تيب قد تزين على حسب الدوق ديالكم وهدا تكون هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا ندخلها التلاجر نخليها كتبرت مزيان 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 وديك الساعة كنقدموها هكا مع قهوة ديال الشياء او القوتي او الالجا عندكم شي حد يعني فرا هكا تتحضر في اخر لحظة يعني غير خلطيها يعني مكونات اللي بسيطة زيدي علي هذه الاضافة ديال الميزينة او خبار كيك تيجي خفيف بنين تقريبا بحال ذاك الكيكة ديال الملبانات يعني وتنقولوا شنو فيهم وتقريبا بحال هاكا يكل ما ضاق ديالها عادي نقسمها معاكم بالنسبة لي الكيكة فانا درتها في مول اللي كبير يعني تتعجبني هاكا القطر او الكيكة يعني كون السومك ديالها متوسط ما تكونش غليظة بزاف وطالعة مهم كتبقى مسألة اضواق فقط وهنايا كيف كتشوفوا الداخل كتجي منمرة بدك الشوكولات فيغميسي السوداء كيدوب فيها كيزيدها كي واحد المعضاق ومنظر ومع الاضافة ديال الميزينة يا سلام صراحة نتمنىكم ان شاء الله تجربوها تسفتوا لها تطبيقات ديالكم على الانستغرام نخلي لكم الرابط ديال واسفل في صندوق الوصف كانت هذه هي الوصفة ديالنا ديال اليوم تمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم في انتظار اقتراحاتكم اراءكم كذلك الدعم وتشجيع ديالكم ما تنسونيش مصالح الدعاء بصحة والرحة والفيديو القادم ان شاء الله سلام عليكم